كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن نصيحة قدمها الإيرانيون لإقادة الإطار التنسيقي بشأن موقف زعيم التيار الصدري مغتدى الصادر من الانتخابات المحلية المقبلة الصحيفة نشرت تقريراً كشفت فيه عن تفعيل الإطار خطة جس النبض مجدداً بنصيحة من دوائر إيرانية معينة بالملف العراقي عزية ذلك إلى شعور طهران بالقلق من أن بقاء الإطار التنسيقي وحيداً في السلطة من دون شركاء آخرين بوزن الصادر سيجعلهم في مرمى النار التي توشك أن تندرع من أزمة نشطة الآن وتفيد بأن اشتعال حرب في كركوك تحت ظل حكومة الإطار سيعد نصراً للصادر مثلما سيفتح بداية النهاية لمشروع التنسيقي وأضاف التقرير أن الحنانة تلقت طلبات ومقترحات لدراسة قرار المشاركة في الانتخابات المحلية كان آخرها الأشد وضوحاً لو أن الصادر يريد المشاركة بالفعل لكن الوقت لا يصعفه للتحضير بالإمكان تأجيل موعدها إلى العام المقبل لكن الأخير طلع عليها ولم يرد على أي منها ترجمة نانسي قنقر